احنا عندنا مشكلة في الموضوع ده ان اللعبات اللي بتتلاعب الحاجات البسيطة اللي مفهاش اكوابمنت مفيش حد يعلمك حاجات تيكنيكاليتيز فمش كل نسم بتعرف تلعب تايكون دو فا اعتقد يعني مش عارفة نصحوا بايه بس بس اعتقد ان يسمعوا مثلا الكرام المعلق اللي بيقول ايه الحاجات بس هو التايكون دو ببساطة يعني ثلاث جولات الماطش بيكون ثلاث جولات كل جولة بتكون دقيتين لو هنقول طريقة احتساب النقط اختلفت قوي عن زمان بس دلوقتي الضربة في نقول عليه الهوغو اللي هو الشاست بروتكتر بنقطتين والضربة في الراس بثلاث نقطت وفيه اللفات يعني في عندنا ضربة اسمها التيتشاجي اللي هو انا بليف تلتونستين درجة وبدرب كيك زي بنسميها الهورس كيك لو هنتكلم لو الناس مش عارفة ايه التيتشاجي بالكوري دي بتبقى في البطن دي بقت باربع نقطت لو برده نفس الترن بس الدربة في الوش دي بتكون بخمس نقطت دي طريق تحساب النقطت البنش البنش ده بيقى في نص التست وبيبقى بنقطة واحدة في حاجة مهمة قوي في احتساب النقطت هي الانذارات لما بعمل خطأ باخد انذار لو خدت الانذار ده لقدامي اوتوماتيك بيتحط له نقطة يعني انذار كان زمان عيما كنت بقلعب كان بي يخسم نص نقطة وفيه فترة بقى يخسم نقطة كاملة دلوقتي بدل ما يخسم ونقط بقى نرجع السيستم قالوا ان فكرة اسكن لما يبقى فيه خطأ اللي قدامك ياخد النقط ولما بيحصل تعادل بيكون لازم بيرعبوا جولة رابعة والجولة الرابعة دي اللي بيجيب فيها تقريبا نقطتين الاول او بتتلاعب كاملة اعتقد دلوقتي في الولمبيك فتلاعب بشكل اللي هي جولة كاملة ويقيمة نقطة في الهجو طبعا يقيمة في الراس بس الفكرة كلها ان لو مثلا يقيمة لازم يبقى اثنين عشان بنقطة واحدة ولو قدامك بردو في الجولة الرابعة خد انذار انت هتاخد نقطة فلازم هو يخد انذار تاني او مثلا تجيب ضربة تانية بص هي طبعا سلاحظوا حدين نفس انا شايفة ان مصر بالمسبالها لازم تكون الحصل لأدفنتج لازم اولا احنا شعب ادبت بالقوي يعني احنا اللعيبة نفسنا مش عشان انا عرفهم لا احنا عشان مصريين احنا بنتأقلم بسرعة يعني احنا مجرد مثلا ما الموضوع ده حصل اخدنا في الاول كله كان خايف اول اسبوعين بس بدأ الناس اصلا تنزل تتمرنا يعني في حاجات مقفولة وباحتياطات وكده الكلام ده محصلش قوي بره الدروب بيقع اكتر الناس بتخايف اكتر يعني احنا عارف احنا بنعرف هي بنعرف ان ادبت احسن فهم قصد ايه فرصة اكبر للتمرين طبعا مش شرط تكون ميزة لان انت انت عملت فيها ايه انا معرفش انت عملت فيها ايه كعبير ايه معرفش كوندوس اعملوا ايه بالذات معرفش اللعيب نفسه عمل ايه لان موضوع مانتلي برضو محتاج ان انت تقعد مفوكس على اللي انت عايز تعمله فترة طويلة احباط ان انت هتتعب زي كده انت تقعد تذكر سانه اللي بتحان في الاخر انت تتأجل طبيعي هتنسى طبيعي انت محتاج تعمل كل موضوع دتالي بنفسه طبيعي محتاج فلوس اكتر عشان تصرف على حاجات كتير اكتر فانا رأيي لو بعيد عن كل الفلسفة اللي انا بقولها دي انا شايف انها كانت ادبنتج جامدهوي وشايف ان تقري على فكرة فرصة كبيرة قوي قوي انها جيب مدريات كتير بص انا حاس ايه وطبعا يعني اخدوا الكلام ده بعضوا تحكوا عليا ساعة الولمبيكس ربنا يستر يا رب بس انا بجد بجد فعلا انا متخيل ان احنا هنجيب مدريات كتير ممكن اكتر من اتنس اعتخيل كده مش بس عشان البعثة كبيرة لكن بجد مؤخرا لو بصيت على لعب كتير قوي في حاجات كتير قوي يعني في كذا لعبة ممكن اقول لك هما ايه بس هاي الفكرة كلها الظروف بقى مختلفة لكل حاجة الإصابات البولة يا لهوي ده عام الكبير ق اوي 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 انت هتلعب امتى اصلا في اليوم انت عارف الفرق اللي بتسافر قبلها تتعد اقلم على توكيو اللعيب اللي بيعرف من انت اللي يزنبط نفس الفرق اللي معها دكتور وكوتش وطبيب نفسي كل دي حاجات بس انا شايفة ان مصر ليها ادفنتج كبيرة قوي عن دول كتير جدا وشايفة ان احنا مؤخرا مثلا يعني هتضحك عليا لو لتلك انا مستنعي او هزعل لو ما جيبناش مداليا في كاراتي فروسية سباحة رماية خماسي تايكوندو بس انا قلت كام لعبة احنا كل كل الحاجات اللي انا قلتها دي ممكن اقول تاني احنا نتائجنا مؤخرا بتقول كام استراح ماشاء الله شباب وكبار وناشئين اخر اخر مثلا اخر كان بطولة الجنباس برضو جابوا نتائج بس يمكن يكون ده تشالنج رهيب بس كل الرياضات اللي انا قلتها دي بجد انا شايفة ان احنا ممكن نجي فيها مداليا وممكن دي مش وجهة نظر بقى اللي هو بقول ببالغ او كده لا حقيقي اللعيبة جمدة جدا ونتاجهم يعني لسه نجيبين بطولة عالم كاسه عالم اعتقد في الرماية دهب انت هو كسب في الفاينل دابل اوليمبيك مادلست تفهم وقصد ايه فانت وده قرايب قوي عن الاوليمبيكس مدالية لسه من كم يوم مدالية جنديت في الخماسي لسه جاي برونزو متأهل ديريكلي للأوليمبيكس الحاجات دي كلها بالنسبالي بروميسي بس انت بقى لما تيجي تتكلم انت هتحسبني بقى على ايه اقول لك لا اللعيب الاوليمبي مش بيتحسب بالطريقه دي مش بتتحسب بالطريقه دي والرياضه اللي بتعمله بصراحه الفاليو بتاعتي للرياضه ما بقيتش لها علاقه بالمداليات لكن لما تيجي تتكلم في اوليمبيكس وعالم مصر وفهم لا انا طمعانه قوي نجيب مداليات كتير يمكن اتمنى ان هي اكتر من خمس مداليات وبقى ايه لما لما نلعب ان شاء الله ونكسب هاتو الفيديو ده لو خسرنا متجيبو بس انا انا شايفة ان فيه شايفة ان فيه امل كبير في لعبات كتير شغلي كان دعاية واعلام واشتغلت تقريبا مع عشر سنين في الالتايزن و كنت ساعتها حتى رجعت العب ساعت 2013 وكده وبعدين مجال مختلف خالص بس انا شايفة ان هو في حاجات كتير قامل يعني في حاجات كتير قامل في المجالين زي اي شغل لكن انا بعد بعد الاعتزال كنت احسى ان انا كل المشاكل اللي حصلت لي في رياضه اللي كان نفسي تبقى احسن نفسي اعملها كأنه الشالنج اللي انا عديت في ده كان عندي الخبرة ان انا اوصل اساعد بها حد يقدر يعدي احسنه كان دائما بيجي في بيلي ان ان انا يبقى لي دور في ان انا احفز اللعيبه دي هو ازاي ما اعرفش بس حاجه من الحاجات اللي نفعتني في الكلية مثلا فموضي مرة بتعايز اجل امتحان عشان بطول يتعلم اللي هي اللي تصابت فيها بالمناسبة ان الدكتورة اللي هي عميدة الكلية دكتورة ميرضة شرباص بوجه لها تحايا فليز ازعوها شافيتني بلعب دورة العربية اللي انا قتلك عليها اللي انا كتفيت في الفضيه وشافتني في انترفيو هاي بتقلب التلفزيون وانا سعيتها قلت انا طالبها في كلية الترباح هي انبسطت قوي وبعدتلي وقالتلي انت مش محتاجة اي حاجه وحكيتلي ان ابنها كان بلعب فانسنج فلقيت ان دور الاعلام الموضوع تسهل جمد قوي غير بقى قول سانه في كلية انها شافتني من نفسها فبقى خلاص هي بقيت مؤمنة وغير لما انت تروح لحد هو مش مقتنع ان شكلك اصلا اصلا بتلعب اي حاجه مبالك تاي كوندو كان عندي في الكلية عشان انا برسم يا ما انت انت تبحكي علينا وستحيل تكوني بتعرفي اصلا ترفعي ريجلك من على الارض من كتر الموضوع متخيل ان هو بقى الرعب وضرب ويازم تكوني بعضلات عارف عن البنت الرياضية طبعا كبير قوي عندنا في الريجين بتاعنا كله فلقيت ان ده ساعدني فعرفت ان احنا لما انحط الدوق على الابطال الرياضيين دول ويتعرفوا في المجتمع غير ان انت بتدي رول مدل تدي بطل رول مدل غير ما المجرد ان هو مشهور بيعمل حاجات مثلا صاري بس عبيطة مثلا تايم قصدي فالنت تدي له مثال رياضي بيتعب في الدراسته وبيحفز وبيعمل بالنس وبيتعلم حاجه بيبني شخصية الرياضة بتبني شخصية فحسيت ان احنا نسلط الدوق على الرياضيين دي خلاص لازم دي تبقى مهمتي فانضميت الجروب من الشباب على الانترنت وبدأنا ان احنا نشعر في لندن اخبار البعثات بتاعت لندن وموضوع كبر والتيم كبر وبقينا كتير وعملنا حاجات جميلة جدا وعملنا انجازات كبيرة قوي وزير الشباب ورياضة السبق دكتور خالد عبدالعزيز والحالي دكتور اشرف صبحي الاثنين كارامونا وبسبب ان احنا بنعمل ده بشكل تطوعي وفي حاجات يمكن وقفنا فيها مع البلد كلها يعني اثنين معايا زمايلي قدروا ان هما يلاحظوا فرق في مطش مثلا تفكورت يده دي كات خطوة كبيرة قوي ان مصر دخلت المربع الدهب يفكورت اليد طرف العالم بسبب ان ناس قاعدة بتفرج ومحبة وشغوفة ده مثلا من الانجازات الكبيرة قوي اللي انا عمد سوطة بيها صممت ان احنا نكرم ابطال ريو كان ساعتها فيه تكريم جامد قوي وكان فيه مكافأة مدية من حد من سبونسرز وهو كان شايت ان احنا انسب ناس ان ننظم الحدث ساعتها انا صممت ان بدل ما انتها تكرم الولد غير البنت وتكرم هيدي مبلغ مالي طبعا رمزي جدا يعني لكن كنت مصممها قوي ان انا ليه دور انا فيه حاجات كتير قوي مشاكل قابلتها بالزيت في المكافئات يعني كان كنت مكافئة افريقيا مثلا ممكن اخدها اقل من عشر مكافئة الولد حصل كزا مرة يعني تصممت لان البنات والولاد لازم ياخدوه زي بعض والباراليمبيين هيتكرموا هو اصلا ما كانش حاطتهم في البلان يعني كان عايز يكرم ثلاث مدريات تحت مصري فلايو وبس كده هما الوليمبيكس بطول والباراليمبيكس احنا جايبين الكرة الطايرة جولوس وجايبين رفع اسقال وحنا عندنا عندنا احنا عندنا كبير مدريات فان انا دوري مش بس ان انا ألعب رياضة لا انا ليا دور ان المشاكل اللي انا تعرضت لها اتمنى انها تتشار من الجيل اللي معنا زي ما حكيت لك ان عبير سنة 2012 كانت مؤمنة ان نتائج اللاعيبة وان انا حط عليه وسبوتلايت دي حاجة كبيرة جدا واعظم حاجة ممكن اعمالها للرياضة مع التطور الشغل بتاعي في العمل التطوعي في الرياضة بدأت اشوف الفاليو الحقيقية اللي اكبر بكتير اللي انا اكتسبتها واللي تعلمتها من الناس بالصفر بالنتوركينج بالفرجة كتير باحتكيكي بالليفل اعلى اجزاكيتف ليفل عام الليفل الرياضي او لعيبة فكري اتغير بقى شابت اكتب فبقيت عارفة كويس قوي وشايفة الرياضة زي ما انا اتكلمت معيك النهاردة في الحلقة على حاجة كتير قوي بياند الريزولت اكتشفت بقى حاجة للأسف دلوقتي الناس يعني مثلا لو هقولك على التيم بتاعي لما كنت في اياسان كل الناس لوقتي بقت طلعت موضة بسبب اياسان الحمد لله من حاجة اللي انا فخورة بيها طلعت موضة ان خلاص اخبار الرياضة بقت موضة فبقى فيه دلوقتي النهاردة دوسا ما بدأنا 2012 دلوقتي يمكن فيه عشر عشرين بجد مش اقل من كده مهتمين باخبار الرياضة ده في الوقت بقى اللي انا يمكن عشان سبقتهم بخطوطين ثلاثة انا والتين بتاعي دلوقتي بقيت شايفة الفاليو الحقيقية بياند الرياضة وهي مش ريزولتس ليه مش ريزولتس اول سبب ان انت بتقول نتيجة اللعيب ده فانا اعتقادي ان انت تحط عليه سبوتلايت فالناس بتعرفوا فانت كده بتساعد المجتمع وبتساعده لا دلوقتي تاني يوم ده خبرتي بقى اللعيب انت عرفت النهاردة فريدة عصمان جابت للتعلم في السباحة خلاص دان تاني يوم انا نسيت لان في حاجات السرعة والاخبار مش بس في الرياضة خلاص انا نسيت بس انت لما تيجي تقدم فريدة تقدمها ازاي تحكي قصتها ازاي الانسان قصة مش ريزولت فتفكيري تغير وعرفت الفاليو اللي هي بهايند قصة حياة الرياضي وفي التطوير بتاع المجتمع وازاي تنهض اصلا وتطور بلد كاملة من خلال طول رخيصة جدا زي الرياضة فدلوقتي بعد ما بقى ليه الرياضة وليه دور غير يعني طبعا هو تطوعي لكن دور مجتمعي رسمي بقيت اشوف ان لا فيه اولوية علشان كده اضطريت مع ان انا بعد ما اكسبت في الانتخابات بتاعت الورلد اوليمبيان اسوسيشن عن قرد افريقيا وقدرت ابقى في مكتب عالمي تنفيذي بيخدم اللاعبين الاوليمبيين اضطريت ان انا اشوف ان فيه كونفلكت ما بين دوري دا ودوري التطوعي مثلا في اي اسان او في تشامبس هاب زمان او في اي حاجة ايه علاقة برياضة فضطريت ان انا اسفة اسيب التيم وابدى اركز في الحاجات الحقيقية اللي انا شايفة ما تقدر تعمل تغيير غير ان قناعتي بتتغير عن الفاليو اللي كنت بقدمها بس بشوف فاليوز اكبر واعمق بتاعها مش حالا بس اعمق واطول هي مقصد ايه فبدأت بقى التفت واركز في حاجة واحدة بس اعملنا حفلة بالاشتراك مع جامعة مصد ووزارة الشباب والرياضة في الحفلة دي انا عملت سبيتش تكلمت فيه على انا كلعبة اولمبية زي ما انا بكلمك كده انا عملت ايه في الرياضة وعايز اعمل ايه للرياضة ده كان قصد دكتور اشرف صبحي ومهندس شريف العريان طبعا دكتور اشرف صبحي وزير الشباب ومهندس شريف سكرتير عام اللجنة اولمبية وبعدها باسبوعين بسبب سبيتش ده اتعمل لجنة اللاعبين في اللجنة اولمبية المصرية وتحطيت فيها من هنا بقى بدأ دور زي رسمي شوية غير التطوعي طبعا هو برضو تطوعي لكن رسمي شوية لانه هو مع جهة رسمية يعني ومن ساعتها بقى رحت مثلت مصر ده من ضميت للاثليتس كوميشن اللي هي لجنة اللاعبين في اللجنة الاولمبية ده كان اخر 2018 اخر الشق يعني اخر السنه فمن اول السنه كان فيه دور رسمي ان احنا بنتقابل بنتكلم بنشوف لو فيه مشكلة عايزين نحلها لو عندنا حاجة عايزين نعملها كلاعبين واللي حصل ان كان فيه مؤتمر اسمه الورلد ده كان تاني مرة يتعمل كان هو بتعمل كل اربع سنين ساعتها مصر رشحتني ان انا امثل كل اللاعبين الاولمبيين فيه لما رحت كان فيه يعني زي المسابقه لاحسن عشر مشاريع تنوية في الرياضة انا هتميت قوي قلت طيب ما ناخد الجايزه كنت فهمل هو ده نشاط عادي في الحاجات دي وعندي افكار لان طول حياتي بشتغل في التطوع بالزيت في الرياضة فقريت الشروط قريت الكلام بجد 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 عادت عشر ساعات تحركتش من مكاني لحد مماليت الابليكيشن وكتبت البروجيكت وقعدت تفكر وشيل وحاجة ولقا ونعمل ايه ليه لان مصر ساعتها كانت الورد الوليمبيين زي الاسوسيشن في مصر مش اكتف فلازم انت عشان تبقى اكتف ياما تحضر المؤتمر ياما تعمل بروجيكت اما تعمل اكتيفتيز الاسوسيشن نفسها وكان كل ده واقف بقيله سنين سنين طويله جدا يعني عمر ما حصل اي انشبه فانا حسنت ان البروجيكت اللي انا هقدمه ده وحضوري في المؤتمر لازم يكون فعال يعني انا مش هسافر احضر المؤتمر وخلاص مع انه مؤتمر يعني خطير انت كده كده بتخش فيه كده كده تعمل نتوركينج كده كده انت بتساعد في الستراتيجي بتاعت افريكا كلها لان انت بتحضر حاجات مرتبطة برضو بافريكا فاللي حصل ان انا لما قدمت البروجيكت ده كان هيحصل زي بيشوفوا من احسن بروجيكت وكان فيه بلات كتير مقدمين حاجه ويمكن مش فاكرة او راقب بس كان فيه بلات كتير مقدمين المشروع ده كان اسمه مش هحكي بقى هو مشروع كدير اوي وده كنت شايفة ان ده حاجه اللي مصر تقدر ترياكتبيت بيها الايجيبت اوليمبينز اسوسيشي وتبقى رابطة شغالة فعالة بتقدر تساعد لعابي الاوليمبين اللي شاركوا في الاوليمبياد بخدمات او بمشاريع او باي فكرة او كنت تقدر يساعد يبقى فوكس اكثر على مصر المفاجأة ان البروجيكت بتاعي اللي نقدنته كسب من احسن عشر بروجيكت في العالم فمشروع رياضي تنوي وده اللي خلى ان الايجيبت اوليمبينز اسوسيشن تبقى ري اكتيفيتد ومصر تاخد جرانت خمس تلاف دولار علشان تعمل البروجيكت ده وتنفزه على ارض الواقع طبعا ده مبلغ بسيط بالنسبة للي احنا عايزينه للبروجيكت لكن مجرد الاعتراف بالبروجيكت بتاعك بدل وساعتها بقى تعرفت لان في المؤتمر كمان عملت نيتوركينج وتعرفت على كل الناس ساعتها بقى تعرفت انترناشنلي في مستوى العمل التطوعي في الرياضة غير دوري ان انا بمثل لجنة العبين في مصر لقى بقى ليا رول تانية بدأت الناس فعلا تتكلم معايا الناس منهم البورد ان ليه ما تقدميش عن افريقيا وتبقى معانا في البورد وبدأ الكلام معايا يحصل كده وبقى عندي صدقات وبقى عندي بينشير مع بعض الحاجتة اللي بنعملها وبدأ يبقى الموضوع يختلف فيه بقى برسبكتب ديبر برسبكتب انترناشنل فيهم شوية بقى شيب اكتر شفت حاجات كتير قوي بتديك اكسبيرينس انت ازاي تتصرف تتحرك وعندك صدقات فيهم تقدر تاخد خبرة من حد تقدر تعمل مكالمة تسأل على حاجة فالموضوع بقى ايه بقى محمس اكتر يعني لهو اخيرا لقيت نفسي شوية يعني حصل ان مصر رشحتني عن قارة افريقيا للبورد بتاع الوليمفين اسوسيشن اللي هو المكتب التنفيذي العالمي اللي عمي اوليمفين دولي او اي مكنش عندي يعني مكنش عندي ثقة قوي ان انا حتى ممكن اكسب لان فيه مو نفسي فيه 54 بلد في افريقيا وتخيلت كده يعني لكن الصراحة مهال ساشيم حاطب قال يعني ايه هتتنزلي انتخبات يعني هتكسابي احنا مصر فعلا قال لي كده قال لي احنا مصر ان تتكلم فيه طوله اصلي البوليتكس ومش حارف ايه وانت عارف ببقى فيه بلاد عاملة تيمينج مع بعض وفيه مرشح قوي وقعدت بقى انا انا بجيت البوليتكس بتاعت الموضوع وهم احنا بنكلم كل الناس وبيحصل لابينج وفاهموني الموضوع بشكل اكبر لحد ان بقى عندي ثقة ان انا فعلا ما هكسب يعني بص من حد اللي هو نفسه يعمل حاجة او حلوة قوي ان مصر ترشحني ل ان انا متأكدة اصلا ان انا هكسب الانتخبات بسبب الثقة اللي هما ادو هالي في اللجنة المصرية وسبب الدعم كمان النتوركينج واللوبيينج اللي هما عملوه اللي انا وجودي قبل كده بقى في الفورم خلاني ابردو نستعرفني البروجيك بتاعي اللي كسب فاهم اصدق ايه فبقى في شوية بقى في شوية سابورت فاهم اصدق ايه بس ولما انجحت في الانتخبات كنت فرحانة جيبتني يعني حاسة يعني الشرف مختلف خالص عن شرف ان انت كنت بتمثل اسمه مصر كلاعب انت ان يكون ليك دور وبتعرف تشتغل على مشكل حقيقية وكبيرة مش بس من تحت بتحب تعمل البروجيكت وحاجات تطوعية لا انت بقيت في هاي لفل في اجزاكتف لفل انت تقدر اصلا تقول انت عايز الديركشن ايه امشي ازاي الاهتمام بالرياضة بقى عملي ازاي افريقيا محتاجة ايه طبعا يعني حاجة ما كنتش احلم بها فعلا بس فعلا يعني حسيت ان انا قد ايه كل اللي عملته قبل كده في التطوع في الرياضة دلوقتي جي بقى بي ميك سنس يعني حسيت ان كل اللي انا عملته دلوقتي مساعدني جمد قوي ان انا اكون في الوزيشن ده في حاجات كتير قوي بنعملها لكن لو هختصر لك اقول لك هي منظمة هي طبعا بورتنر للاي اوسي وهي هدفها هو ان هي تهتم بحياة الليابي الاوليمبي مش بس حياته الشخصية لا حياته ودوره اللي بيتدي للمجتمع الرياضي لأي بلد حاجة كبيرة بيلعب رياضة من سن صغير متعود على ان هو يبقى جول وفي نفس الوقت يخسر ويقع تاني بيقعد يحاول 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 هارد وورك عنده كونفيدنس عنده ما الدايفرس اللي هو شافها وصفروا في سن صغير والبلاد اللي قابلها المفتاح على الناس والتقبل الحضارات وتقبل الناس ده فكرة ان هو يكون عدة بكل ده زي ما قتلت الخبرات كتير قوي قوي تبقاش عايز تستغنى عنها طب هو بعد ما يلعب اوليمبيكس بيدرب كده من الرياضة عشان هي مثلا مش كرير او عشان لا هو لازم يكون لي دور مجتمعي ليه لازم يكون لي دور مجتمع عشان هو حد احنا تعبنا فيه قوي كبلد احنا صرفنا عليه كتير قوي فاني مقصد ايه ومثل بلده عنده سنسوف بيلانجينج مفيش اي حاجة بتقدر تدي سنسوف بيلانجينج للبلد اللي انت فيها دي زي الرياضة دي رقم واحد في العالم في البلاد بتهتم بالرياضة علشان السنسوف بيلانجينج ده ان انت بتخلق ناس عندها انتماء حقيقي للبلد وطنين بجد فهي مقصد ايه فدي حاجة انت عايز تستثمر فيها فالمنظمة بتهتم بحاجتين الرياضي وهو بيفضي ايه للمجتمع يعني انت دلوقتي عندك حد انت مش عايز تفرد فيه في اي مجال فالمنظمة بتعمل خدمات للرياضي الاوليمبي ده بعد ما يلعب في الاوليمبيكس بتهتم بحياته بالزاد بعد الاوليمبيكس والترانزيشن ان هو ازاي بقى ليه دور في المجتمع فهي خدمات لللاعبين الاوليمبيين وخدمات للمجتمع بتاعته